قطيب بارا تشيكن على طريقتي استعملت في صدور الجاج وفي خادم صحبة قطعهم قطع شوائي كبيرة بحط اللون ملاح بهارات البارا تشيكن حر كركم جرام مسالة ببرش عليهم زنجبيل ثوم واخر شي لبن بخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى اللبن والبهارات يغطي كلل تشيكن بغطي عليهم وبتركهم ينتقعوا ساعتين او اكتر حسب وقتكن بصروا جاهزين بطنجرة واسعة على نار عالية بحمي زبدة بضيف للجاج بقليهم على ثلاث مراحل لحتى يستووا ينشفوا من الماء وياخدوا لون ذهبي بشيلون وبحطون بيجات او صحن على جنب وبغطي عليهم كرميلي دال لون طريين لنحضر السوس بزيت التنجرة بدمة اجلية بضيف بصل مطحون بقلبون اذا كانت بحاجة لزبدة بضيف بس لحتى تطلع ليحتون بضيف عليهم توم مقطع وزنجبيل مقشر ومقطع بقلبهم مع بعض كمان لحتى تطلع ريحة التوم بضيف عليهم معجوم بندورة علبتين بندورة مقطعة وبهارات قرام مسلة حر اذا ما بتحبوا الحر ما تحطوا بالسوس وكركم بحركوا مع بعض كتير منيح لحتى البهارات تتغلغل فيهم بضيف لون ما يسخنوا كاجو الكاجوني بحركوا مع بعض بغطي عليهم وبتركهم على نار عالية لحتى يغلوا تقريبا اربعة دقائق بشيل الغطة عنهم بحطهم بيجاط بطحنون لحتى يصير الاوام ناعم جدا لقيتهم شوية جامدين انا عم بطحنون زدت اللون كبية ونص ما يسخنوا هيدا قوام السوس يلي بدنايه ناعم وشوية تقيل برجع بحطهم بزيت التنجرة يلي طبختهم فيها وبضيف عليهم للجاج المطبوخ وكرامة الطبخ بحركهم مع بعض كتير منيح لحتى السوس والكرام ينخلطوا مزبوط ويصيروا فرد لون بتركهم على نار متوسطة بدون غطى تقريبا عشر دايق وكل كم دايقة بحركهم وهيك قطيب بارا تشيكان صارت جاهزة بتشهل قلب جربوا على طريقتي وان شاء الله كتير بدأ تعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته